اسم الدرس التكاثر عند الحيوانات البيوظة رابعاً أعلم الزفضع حيوان بيوظ يبيض بين خمسة آلاف وعشرة آلاف بيضة في السنة الحمامة لا تحظن بيضها بمفردها مثل الدجاجة بل بالتناوب مع الذكر وذلك طيلت ثمانية عشر يوماً خامساً أطبق أقرأ ثم أربط بين الأم وصغيرها نعامة الحمام شرغوف جوزل ضفضع نقف رأل رأل الإجابة صغير النعامة يسمى رأل صغير الحمام يسمى جوزل صغير الضفضع يسمى شرغوف تحتضن الدجاجة بيضها ولا تتركه لمدة واحد وعشرين يوماً لماذا؟ الإجابة تحتضن الدجاجة بيضها ولا تتركه لمدة واحد وعشرين يوماً لتحافظ على حرارة عشها المناسبة لتكون الفرخ لو تترك الدجاجة البيض قبل نهاية المدة اللازمة للحظانة ماذا يمكن أن يحدث؟ الإجابة عندما تترك الدجاجة البيض قبل نهاية المدة اللازمة للحظانة يتلف البيض ولا تتم عملية التفريخ أتأمل الصورتين وأصف الأعمال التي تقوم بها كل من الدجاجة والعصفورة أثناء رعاية فراخها الإجابة تقوم الدجاجة بتعليم فراخها كيفية النقر والبحث عن الغذاء بينما ترعى العصفورة صغيرها حتى نمو ريشه من ثم تعلمه الطيران والتحليق عالياً أتأمل صور الحيوانات التالية وأسمي تلك التي تبيض ولا ترعى صغارها حلزون حلزون سمكة قرش دجاجة حبار حمامة ضفدع بطة خطاف خطاف الإجابة الحيوانات التي تبيض ولا ترعى صغارها هي الحلزون السمكة الحبار والضفدع أما القرش فيوجد أنواع تقوم أنساه بحظن بيضها داخلها حتى يفقس ثم تخرجه وضعنا تحت الدجاجة بيضاً لبطة هل تفقس؟ الإجابة عند احتضان الدجاجة بيضاً لبطة مدة الحظن ستطول بمعدل سبعة أو ثمانية أيام عن الواحد وعشرين يوماً لأن فترة حظن البطة لبيضها تدوم ثمانية وعشرين يوماً سادساً أقيم مكتسباتي دخل مروان قن الدجاج فاتجه نحو الدجاجة وأزاحها عن مكانها ومد يده لأخذ بيضاً من تحتها رأته أمه فنهته عن ذلك لماذا؟ الإجابة نهت الأم ابنها من أخذ البيضة لأنها لم تعد صالحة للأكل وذلك لكونها في مرحلة تكوين فرخ وأيضاً ولمسها قد يكون سبباً في إطلافها سابعاً أسئلة للتوسع أبحث عن عدد البيض الذي يمكن أن تبيضه بعض الحيوانات البيوضة التي أعرفها أسمي طيوراً أعرفها وأرتبها حسب عدد البيضات التي يمكن أن تبيضها أبحث عن المدة الزمنية اللازمة لحظن البيضات بالنسبة إلى بعض الطيور التي أعرفها ترجمة نانسي قنقر